فيضانات أعارمة وكارثة تلو الأخرى في ثلاث دول حول العالم أودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل وتسببت بإجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المنكوبة الإعصار ياكو الذي ضرب شمال غرب البيرو تسبب بمقتل ستة أشخاص وتدمير مئات المنازل جراء الفيضانات حسب ما أعلنت دفاع المدنية كما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في الوقت الذي تسعى فيه إلى إرسال مساعدات للمناطق المتضررة كما تسببت فيضانات الأنانس السريع في كاليفورنيا إلى مقتل شخصين ونزوح الآلاف عن منازلهم كما أعلنت سلطات المقاطعة أن عاصفة تسببت في فيضانات طوفانية أدت إلى انهيار سد على نهر بيجارو وفي أستراليا توقع خبراء أيام أسوأ من الاضطرابات المناخية الحالية نتيجة استمرار الفيضانات غير المسبوقة التي تضرب البلاد بقوة منذ أسابيع فيما تواصل السلطات الأسترالية عمليات الإنقاذ خاصة وأن هناك بلدات تم إخلاؤها بعد ارتفاع منسوب المياه فيها بسرعة غير متوقعة ترجمة نانسي قنقر